ترأس الوزر الأول نذير العربوي اليوم اجتماعا للحكومة خصصة لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان على التولي بإعداد وتنفيذ مخططات تدعم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث وتنفيذ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز فتح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية على محيطها الدولي درست الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفية قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية في التعليم والتكوين العالي وفي إطار بتبعات تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز آلية ضبط السوق بغرض ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن ألية تنفيذ قواعد مطبقة على الممارسة التجارية وفي سياق التدابير الرامية إلى ترقية وتشجيع الاستثمار الخاص في مجل الصحة درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية استغلال المؤسسات الخاصة وسيري وتنظيم نشاطتها الصحية صحية